عبرت أوكرانيا عن صدمتها من العمل الإرهابي الذي أودى بحياة تسعة وثلاثين شخصاً في مدينة إسطنبول وعبر وزير الخارجية الأوكراني عن تعاطف بلاده مع تركيا وذوي الضحايا وزير الخارجية بافل كليمكن أكد أنه لا يوجد أوكرانيون من بين الضحايا لكنه أوصى مواطني أوكرانيا بتوخي الحذر والامتثال لقواعد السلامة عند السفر إلى تركيا للتذكير فإن تركيا شهدت مساء رأس العام الجديد إطلاق نار على رواد ملها ليلي قتل على إثره تسعة وثلاثون شخصاً وأصيبت تسعة وستون آخرون معظمهم من الأجانب